اشتركوا في القناة لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد هذا وكان قد أصدر من جلالة ملك البلاد المفد توجيهات سامية للجهة المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه في سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني وأكلف جلالة الملك حفظه الله ورعاه وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر